موسيقى اليوم أن تكلمنا عن الموضوع ديال العلاقات الجنسية تحت الحجر الصحي بسبب كورونا هل الحجر الصحي هو حدث سيء أم سعيد بالنسبة للأزواج هو حدث لحصول مواجهة بين الزوجين يعني كيحاولوا أنهم يكتشفوا بعضهم بعض أكتار تقارب أكتار تفاهم على عدة أشياء اللي ما كانوا يقاولوا الوقت في السابق ولكن البعض كيعتبروه بأنه هو حدث سيء لأنه كيكون نزعاج كيكون توتر كيكون عدم الراحة بسبب الاتزامات كيالبعض اللي عنده تلتخافة يعني كيخدم عن بعد كيالاتزامات العائلية بسبب الأطفال اللي يفوصوا كبيريزون فوق سيراجع معهم خاصي العمعهم خاصي نعسهم إلى آخر إذن كهذه كلها مسائل اللي كتقدر تسبب واحد توتر في العلاقة الزوجية ثم واحد دراسة اللي قامت بها لبلاتفورم فرانسيز شارل كو دارت على 1045 دي الأزواج وحاولوا يعرفوا منهم تكرار العلاقات الجنسية وبينتها الدراسة بأنه 44% من هذا الأزواج ما قاموش بأي علاقة جنسية خلال الشهر الآخر بالمقارنة معه قبل الحجر الصحي كانت فقط 26% اللي ما كيقوموش بعلاقة جنسية متكررة في المغرب للأسف ما كيش دراسة من النوع ولكن اللي اكتشفنا هو أن مبيعات ديال الأدوية المحفزة للمسائل الجنسية مثلا البياغرا والليجينيريك ديالها لوفيترا سياليس الى اخيري دونك وليجينيريك ديالهم دونك هاد الأدوية المحفزة للعلاقات الجنسية حتى هي اللي كانت كتتعتبر في المغرب من بين أهم الأدوية الأكتر مبيعا بعد الباراسيتامول اللي تهي نقصت بالضعف بالنصف اللي باش نقصت المبيعات ديالها دونك حتى حنا عدنا سوف اللي كونسلتاسيون سوف المبيعات ديال هذه الأدوية نقصت بشكل كبير جدا خلال الحجر الصحي دونك لك النصح الأزواج شنو هو أنهم يقوموا بعلاقات حميمية أكثر يكون تفاهم أكثر يكون تقارب أكثر ويعتبروا بأن هذه الفترة ديال الحجر الصحي هي وهذه الحادة تساعدوا هذه المسألة اللي غادة تزيد تساعدهم أكثر وخصومي عارفوا بأن العلاقات الجنسية العلاقات الحميمية هي واحدة العملية اللي كتتحفز إفراز الهرمونات ديال المسألة إفراز الهرمونات ديال السعادة لسيتوسين لسيغوتونين لوندغوفين وهذه الهرمونات كتخلي الإنسان يشعر بالراحة يشعر بالطمأنينة بالاسترخاء وكتساعد في النوم بل أنها تحفز المناعة يعني كتقوي المناعة وتخفيف من الإصابة بأمراض القلب والشرين لهذا كنصح الأزواج باش تكون علاقات حميمية والساندوكوبل بطريقة متكررة أكثر ترجمة نانسي قنقر